لأول قبل ما نكمل كلامنا نحرك لك أي طريق على المدخلة؟ لا فعلا أنا حي عمر على الجهاد اللي هو بيجهده هو عمر على فكرة شرح تقريبا استكمل اللي أنا بقوله يعني هو بدأ في إرشاد الطلبة اللي رايحين الجامعة وبعدين الجامعات بقت عامت مراكز إرشاد أكاديمي فنزل بالمنتج عشان يعمل الطلبة اللي هم أقل اللي هم في السنوي وإعدادي هو على فكرة هو ده هو بيحرك الشركة عشان يحافظ على عملاء لأنه في عملاء ممكن يكونوا لك ده بقى ريادة عمل مزدوجة؟ لا هو هي مرنة ريادة عمل مرنة تاني حاجة أنه هو فعلا زي ما أنا قلت خان أكاديمي هو ما بياخدش العائد من الطالب في الغالب هو عنده وراء مدارس وجامعات وهم اللي بيعملوا سبونسور لأنه هو بيعمل لهم ترويج فبالتالي هو الفكرة هنا أن شخص لقى فيه فراغ في الخدمات المقدمة المقدمة من الدولة ومن الشركات التانية وكلها وهو ده رائد العمل بقى يعني ده مخريطة الاحتياجات في المجتمع وهو عنده هواية معينة ما يلل حاجة فبيشوف في الخريطة دي ألف أجوات ويبدأ يعمل يبني من الفجوة دي شركة ويشوف بقى مين الشركاء ومين اللي هيدفعوله ومين اللي هيكونوا هم المستفيدين وهل المستفيدين قادرين أنهم يدفعوا ولا يعمل سبونسور يعني لعدات خدمات للفؤرة في الغالب يعني يكون هم عندهمش خدرة أنهم يدفعوا يبقى أكيد وأنا بفكر في الفقير بفكر في حد هيكون مهتم بقضية الفقير ودي ندخل في المسئولية الاجتماعية فهو أنا الحقيقة طبعا وهو الآخر كلمة لها فعلا عنده حق فيها أن إحنا عندنا يعني في المنطقة في الشرق الأوسط مصر يمكن تالت يعني عندها منظومة ريادة أعمال قوية جدا لكن لو شفنا الإحصائيات هنلاقي أن إحنا مثلا أنه ممكن نكون التانيين فعدد الديل اللي بتتعمل اللي هم المستثمرين يتعقدوا أو يحطوا أموال لكن إحنا التلتين أو الرابعين في حجم الأموال ليه يعني إحنا بنعمل ديل بسرعة يعني الشاب عمر ممكن يكون يعني عنده رهبة في التطور بسرعة جدا إحنا شخصية شوية فلكن حجم الديل بقى حجم الأموال مصر مش هي أكبر دولة يعني ممكن عدد المشروعات المستثمرة دي اللي إحنا بنتكلم عليها ممكن تعمل أرقام ضخمة جدا لو تم إرشادهم وتم يعني الاهتمام بيهم بشكل فردي يعني